أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية بالحب نبارك لمنتخب مصر لكرة طائرة رجال لستطاع منذ لحظات أن يفوز على فريق الجزار الشقيق 3-1 ويتوج بطل أفريقيا بعد غياب طويل ألف مليون مبروك لمنتخب مصر لكرة طائرة رجال الصعود إلى بطول كأس العالم وأيضا يصبح أقرب أوقاب قوسينا وأدنى من التأهل لأولمبياد باريس 20-24 ألف مليون مبروك منتخب النادي الأهلي وطبعا نادي الأهلي دايما هو البطل منتخب مصر كرة طائرة استطاع أن يحور خسارته من الجزائر في المجموعة إلى فوز في النهائي ويبقى خسارتك في المجموعة هي الدافع الأساسي لفوزك بالبطولة ألف مليون مبروك لحقيقة البطولة دي كانت من أصعب بطولات أفريقيا على الإطلاق ليبيا النهاردة بتاخد ثالث الكامل بتاخد رابع الجزائر بياخد ثاني مصر بتاخد أول تونس بتطلع من دور التمانية يعني الحقيقة بطولة بجميع المقاييس بطولة قوية جدا ألف من اليوم مبروك فوز يعني أكيد يحسب لمدير الفني فلافي والإيطالي والمدير الفني الجديد يحسب للكبار الفريق يحسب لزغارين يحسب للخماسي نادي الأهل وخاصة حسام يوسف صنع العاب اللي كان ليه دور كبير جدا في الفوز وأحمد صلاح كمان النهاردة عمل مباراة عمل مباراة مهمة جدا في أوقات حاسمة ترجمة نانسي قنقر